قال وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب أن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان نتج عنها ضحايا مدنيون أبرياء وتمثل إبادة وعقابا جماعيا للشعب اللبناني وخلال جلسة مجلس الأمن شدد أبو حبيب على أن إسرائيل مارست إرهابا واضحا بحق الشعب اللبناني بتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية ما بين العدام التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن أو بقانون الدولي الإنساني واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة على وقع التفجيرات الأخيرة التي شهدتها لبنان لهجة وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب أمام المجلس جاءت تصعدية وصف فيها تفجير إسرائيل لأجهزة اتصال محمولة بأنه إرهاب وحرب غير مسبوقة مطالبا بالمحاسبة والتهمب حبيب إسرائيل بقرر المنطقة إلى حرب إقليمية طاحنة تفوق أي حرب أخرى أليس هذا الأرهاب بعينه عندما يتم استهداف شعب مكامله في مدنه وشوارعه وأسواقه ومحلاته وبيوته وهم يقضون احتياجاتهم ولا يقاتلون على الجبهات يكفي لفهم ما حصل أن نتأمل بهوية الضحايا فلأصبح المطلوب اليوم إبادة وأعاقة الشعب اللبناني كعقاب جماعي ومن حقنا أن نسأل أليس هذا السيناريو الذي صرح به كبار المسؤولين الإسرائيليين منذب إسرائيل في إصرار على الانفصال عن الواقع والبقاء في حالة الإنكار الدائم وجه سهامه للمنظمة الدولية قائلا إنها باتت مهوسة بإدانة إسرائيل الرد جاء من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي أكد أنه يصعب تصور كيف يمكن لمثل هذه الهجمات أن تتوافق مع قواعد الاشتباك في القانون الدولي التي تمنع استهداف المدنيين مطالبا بالمحاسبة كل التطورات في المنطقة تشير إلى أن إسرائيل غير معنية بالسلام من قريب أو بعيد وأن تحركاتها قائمة على تحقيق مصالح سياسية ضيقة تعصف بالأخضر واليابس في طريقها غير آبهة بتداعية الوضع على المنطقة